هنا محافظة البصرة أغنى محافظات العراق تغرق طرقاتها ومؤسساتها ومنازلها بزخات من مياه أمطار تعتبر البداية فقط لموسم الأمطار في البلاد نحية طيبة حبائي بعد سبوع أو سبوعين عفوا ندخل بسنة 2020 لكن حتى ننصر الضوائر لازم نلبس تزم وحتى تزم الماء ساعة فوقها كنت الماجاة يشوفون تعرفون ليش؟ لأن بكل صراحة اللي يحكموننا تزم في هذه المحافظة التي تتركز فيها موارد النفط والغاز لكنها رغم ذلك تعاني من تفاقم البطالة والفقر وترد واضح في الخدمات اجتاحت مياه الأمطار خلال الساعات الأخيرة حتى المستشفيات فاغرقت غرفها وممراتها ما دفع المرضى للسعود إلى الطوابق العليا أو مغادرة المستشفى الذي ظهرت فيه القوارض والحشرات موجة الأمطار التي تضرب مناطق مختلفة في العراق منذ أيام فتحت من جديد أحد ملفات الفساد الذي تسبب بترد الخدمات العامة وتهالك البنية التحتية وتلف شبكات الصرف الصحي التي لم تتحمل الأمطار فأغرقت كل شيء مواطنو البصرة حملوا الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظتهم حيث أهملوا على مدى سنوات طويلة حاجة المحافظة لتنفيذ مشاريع المجاري والصرف الصحي وتعبيد الطرق في أغلب مناطقها كما أهملوا متابعة المشاريع التي تنفذها شركات إيرانية تدعمها الأحزاب منذ سنوات طويلة رغم استلامها للأموال المخصصة لها من دون أن تنجز فيها أي شيء فضل بحيرة هاي أنا أصعد عن رصيف الشارع العام يمكن أن يوصل للماء لهالمستوى ليش هاي؟ من هو مسؤول عنها؟ مشاريع المجاري إل من تحال؟ لأي شركات تحال؟ تحال لشركات المسؤولين لشركات الفاسدين لشركات الأحزاب الفاسدة التي تحكمنا وجاثم على صدرنا ولحد الآن هاي الأحزاب مستمرة بسمسرتها ومستمرة بصفقاتها والدليل هذا قضاء الزبير موجة الأمطار التي هطلت مؤخرا في البصرة وغيرها من محافظات العراق وتسببت بأضرار كبيرة إضافة إلى أنها وثقت حجم الفساد الحكومي الذي توغل في البلاد حتى جدور تشكل بالتأكيد دليلا على صدق مطالب المتظاهرين الصامدين في ساحات وشوارع البلاد التي تطالب بإسقاط النظام وحافزا سيكون حاضرا على الدوام يدفعهم لرفع أصواتهم وهاماتهم عاليا قبل أن يغرقها النظام الحاكم وميليشياته بمزيدا من الوحل والظلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر